قبل ما تفرجوا الفيديو أخوتي ما تنسوا اشتابوني وفلاشان وتفعلوا الجرس باش يصلكم كامل جديد من عن قناة ميديا ديزات الحمد لله اشتركوا احد اوق ليه اوق خطيرك مقدر انطار السلام عليكم متابعين الكرام متابعي قناة ميديا ديزات خوتنا جيناكم في فيديو جديد وخبرين جديد كل عادة معكم خوكم شرف الدين قبل مشاهدة هذا الفيديو أخوتي كل عادة وصلوا ربعلاف خمسالاف لايك اذكر في الحاقدين على كل ما هو جزائري وخليونا اراءكم في التعليقات نخليكم على الفيديو أخوتي اجمل تحية اعزائي المشاهدين في مصر العام العربي وحلقة جديدة وصباح ريادي جديد يوم الجمعة الخمس عشر من ابريل الفين واثنين وعشرين خلونا نبدأ بفقرة الاخبار الرياضية وفي الساعات الاخيرة هناك تطورات هم جدا طبعا كلكم عارفين ان مصر وجزائر الاثنين تقدمتها بشكوى للفيفا والشكوى دي وحيلة لجنة الانضباط عن احداث مباراتي السنغال ومصر اللي كان فيها تجاوزات من الجماهير واللي كان فيها تجاوزات تأشعة الهيزر والقاء بعض الزجاجات وايضا الجزائر تقدمت بشكوى ضد الحكم بكالي جسامة الحكم الجنبي اللي اقدر مباراتها مع الكاميرا الحياة التحات الجزائري بيتحرك بشكل جيد والاعلام الجزائري ايضا بيتحرك بشكل جيد وعمل حملة كبيرة جدا سواء في اوروبا او سواء في العالم العربي وفي بعض الامور استجدت في الساعات الاخيرة يعني احنا بالنسبة لنا خلاص كان اخر حاجة انه لجنة الانضباط بعتت او ارسلت طلبة الكاميرات الخاصة والشارط الخاصة بالمباراة عشان تفرغ الامور اللي حدثت وتستطع الامور كما ايجي بالنسبة للجزائر امبارح لجنة الانضباط قررت استدعاء حكام الفار حكام الفار من المانيا حيتوجه اليوم الى سويسرا عشان الادلاء بعقوالهم يبقى ده تطور مهم جدا ومعنى ان يستعدوا حكام الفار بيأخذين الشاكوى بتاعة الجزائر بمأخذ الجدية وبرضو عندنا يعني طلبوا تفريق شريط المباراة او الكاميرات الكاتمة وجودة ولكن من وقتها حتى الان ليس هناك جديد لكن بالنسبة لمباراة الجزائر والكاميرون عايز اقول لحضراتكم ان الان نحن امام ثلاث احتمالات الاحتمال الاول انه يكون جسامة زي ما البعض بيتهم او بيقول انه تقاضى رشوة ومن نائدته وكان فيه لقاء في الباريس لو الجزائر اثباتت ده بالدليل المباراة انته عاد سيستبعد الكاميرون وتتأهل الجزائر مباشرة انته الاحتمال الاول لو ثبت بالفعل ان هناك رشوة او انه فيه امور غير مالية غير مضبوطة او غير مضبوطة او غير صحيحة حيتم استبعد الكاميرون وتأهل الجزائر مباشرة طيب الاحتمال التاني الاحتمال التاني هل من الممكن تعاد المباراة من الممكن اذا رفض او الحكام بتوع الفوار قالوا انه الحكم رفض الاستماع اليهم وانه طلبوه في الفوار اكتر من مرة في عدة مناسبات وانه لم يكن على ماهران ممكن جدا يصد القرار باعادة المباراة الاحتمال التالت ان يكون فيه اخطاء غير مقصودة في المباراة من جسامه وبالتالي يعاقب بالايقاف لبعض الوقت اللجنة هتجتمع يوم الخميس سواء عشان تنظر في لقاء احداث السنغال ومصر والجزائر والكاميرون اجتماع الحاسم هيكون يوم الخميس اللجنة دي فيها 17 عضو لكن ممكن جدا قرارها يبقى نافذ في حضور 3 اعضاء فقط الرئيس من كرومبيا النائب من غانا يعني من دولة افريقية والاعضاء بقى فيهم من السعودية من تونس من فرنسا من فنزويلا من البرازيل من ايسلندا هندوراس من غافورة توجول اكوادور مكسيك لسوتو يعني فيها دول من العالم التالت كتير ومن افريقيا كتير المهم ننتظر ما ستقرر لجنة الانضباط يوم الخميس هل من الممكن ان تعاد مباراة السنغال ومصر هل من الممكن ان يكون فيه قرار اخر بشعل مباراة الجزائر والكاميرون هنشوف فيه العام القادمة ماذا سيحدث لكن هو الجديد انه حكام الفار لعضاء المباراة الجزائر والكاميرون بيتوجهوا اليوم الى سويسة الاستماع رسميا الى اقوالهم وده امر مهم جدا اما انت كنت بتقول لي الوقت داية والمرحلة القادمة في يوم الخميس القادم اجتماع حاسم كل العالم انتظروا مش افريقيا ولا مصر الجزائر بس لانه طبعا مرتبط القرار اللي اعتقدوا رجنة الانضباط بالفرق اللي بتشارك في كأس العالم خاصة اللي قرأة اتعملت تفتكر كابتر انه ممكن يحصل انقلاب في هذا الامر وممكن نلاقي انه يوقف قرار صعود وتآهد السنغار والكاميرا بمتتعد المباراتين او يحصل اي حاجة تانية انا استبعد حتة اعادة المباراة يعني استبعدها انما لو في الحالتين لو في ثبت ان الفار قال للحكم على موقف ما مؤثر في المباراة مؤثر في المباراة وما استمعش ديهم انا بتكلم انه مقرار مش مؤثر انما لو قرار مؤثر يأثر على نتيجة المباراة وكاميرا لو الحكم ما اسمعش كلام الفار والفار اثبت انه هو قال له فيه قرار لازم تعمل او الحكم ما اسمعش كلامه يبقى لازم يشوف ايه المدلول او ايه اللي بخلوش يسمع من الفار لان الفار ده من منظومة التحكيم لازم اسمع كلامه لازم اشوف ايه القرار اللي هو بتاخد لو اثبت كده حيبه فيه قرار طبعا استبعاد الكاميرون بمئة في المئة انما لو ما اثبتوش ان فيه حاجة مؤثرة للمؤثر لازم برضه في القانون حاجة مؤثرة حاجات غير مؤثرة لو القارات مؤثر على حالة مباراة حالة لاتيج المباراة سيحصل طبعا المشكلة كبيرة انت متوقع يا كابتن والله يبص انا اتوقع النهاردة حكام الفار موجودين في سويسرا وهم الماد الماد فطبعا فيه مشكلة ودي الميزة ان هم الماد الماد لا ندومش ومفوض ان احنا نكون ملتمين للقارة الافراقية بس الميزة ان حكام الفار اه اجاب طبعا حاجة تانية خالصة انما حيكون فيه لو اثبت والالمان طبعا على فكرة ما بتحركوش غير لما يكون فيه حاجة ثانية مشكلة طيب امتى ينتهي اللعب خلف الكواليس يا كابتن في القارة السمراء يعني انت عارف يعني نخف عليك انه اللعب خلف الكواليس كثيرا والتدخل في تعينات الحكام وحكام الفار والنادي ده عايز ده وده عايز ده وده بيدفع بده وده بيحاولوا عدة للسحة مرة اخرى وده بيتجنب ويعمل عليه حاملة وانت ينتهي هذا الامر لانه انا ما بشوش برقة خالص فتاوي اعطار اربا وانا ما اسمعنا عن هذا الكلام بص حدودك لازم الفكر يختلف الفكر يتغير خالص يعني في اوروبا الواحد بيبقى عاوز يبقى كويس عايز يبقى هو يشوف رقم واحد اشوف انا انا كحاكم اكون اه رقم واحد في اوروبا وفي العالم ده مهم جدا حاكم بوميز بتاع جنوب افرقيا رجل غني جدا مش محتاج اي حاجة في التحكيم انما هو بيحكي لانه بيحب التحكيم بيحب انه بقى عايز بقى ذاته هو يبقى مشهور ومعروف على القرى في العالم كله في قرى اوروبا فلازم دي يا جماعة لازم الفكر يتغير في افرقيا بالذات لان افرقيا انا حاس انها تحس انها في حتة والعالم تاني في حتة تانية خالص عرف لي يا كابتن لانه الكاف لا تدخل بقناة حسامة والتأثير على الحكام احيانا بيكون من اعضاء جوه الكاف او اعضاء تبعين لانديا وليهم قوة جوه الكاف فبالتالي بيحميه لو اخطأ يعني ممكن يتوقف فترة انما بيكون في حماية ليه بشكل او باخر فدي مشكلة وكلاس يعني يجب ان تنتهي بقى يعني عمل بصحيح سيئ وذات جدا انما هي المشكلة كلها فعلا في ناس جوه في الاتحاد الافرق تحمل حكام دي فدي مشكلة كبيرة ومعروف تنتهي وتأثر على بلاد وتأثر على فرقة من البلد كبيرة انت بذكاء شديد لما سألتك على اعادة المباراتين انت كلمتني على الجزائر والكامرون ولكن ما جبت سيئة مبارات السنغال ومصر انت شايف انه ما فيش فرقة خلص ومحظوزة انت شايف انه ما فيش فرقة خلص ومحظوزة اعتقد ان مصر ونسيغال يعني انا اللي شايفه ما فيش حاجة اصارت على المبارات غير الليزر والحاجات دي كلها وده حاجات لازمك تتمنع انما مش عايز اقول اصارت على تلك المبارات انما اللي اتاخذ من الاتحاد الكهرة ان هما قدموا شقوى انما ان انا شايفه ان انا شايفه من لغة نظري انا انه هيتاخد يعني المبارات تتلعب برا السنغال وغرامت فلوسه وغرامت فلوسه خلاص يعني وفي الاخير ما تنساوش ديرو النجام وتشاركونا رايكم في التعليقات سلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة